الله، 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 ما لنا مولاً سواً الله، 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 ما لنا مولاً قلوبنا على الصدق معك وأهل هذه البلدان وبلدان الخير في الشرق وممن يفيد إليها الوافدون لأجل العلم النافع ولأجل الوصول إلى الله الله يوفق أهل هذه البلد وأهل تلك البلدان لمعرفة حق الأمانة وحق هذه المواريث الغالية 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 العالية ما في خزائن الدول ما يساوي عشر ثمان عشر عشر ذرة منها لا والله ثم والله ثم والله ما في خزائن دول العالم ما يساوي ثمان عشر ذرة من هذه المواريث ومن هذه التركة النبوية المحمدية ومن أراد يتشرف بشريف من هذه البضاعة الغالية يصفي قلبه ويصفي لبه ويخرج المقاصد لغير وجه الله جل جلاله ويعلم سير ما يدعى إليه ليل وانهار على ألسن أهل البرزخ وأهل الحياة كتبهم تقرأ وأصافهم تدار وتقرأ ومعاملاتهم ونداءاتهم قائمة حية بيننا وكلها من نداء محمد صلى الله عليه وسلم لنتظهر لنتزكى لنخرج عن عيوبنا وآفاتنا وإرادة غير وجه ربنا جل جلاله وسوء ظنوننا وآفاتنا ولنعلم حق هذه الشريعة وحق هذه الإسلام وحق وجوب الأخوة بين المؤمنين ولنعلم حمل الرحمة للعالمين في وراثته صلى الله عليه وسلم وفي تبعيته صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الذي أقام لكم هذه الخيرات ومنحنا وإياكم هذه المنوحات ونسألوا يتم النعمة علينا وعليكم على الأمة في الشرق وفي الغرب ويرين مواطن كثيرة معمورة بإقبال على الله وصدق مع الله في بلدان أو بلدان كل من يسمع يا رب وفي العالم بلدان ما فيها أحد يسمعنا الآن فيا سامعنا ويا مستجيبنا ويا قابل مسألتنا أدخل نور الهدى في قلوب أهل تلك البلدان واجعل فيهم أهل الإيمان بك وبرسولك المصطفى من عدنان يا الله يا الله ووعدك حق وقد وعدت أن لا يبقى بيت على ظهر الأرض إلا دخله دينه الكريم المبارك فبارك لنا في ذلك واجعلنا أسباب لنشر هذا الخير ونشر هذا الهدى على الصدق والتقوى يا حي يا قيوم الله 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 ما لنا مولا فيها